كانتوا يسعد مساكوا حبايبي كيف كشتقتلكوا كتير قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على رسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما تنسوا اللايك لسوسه اللايك يا حبايبي قلبي طبعاً أنا كتبت المكونات عشان حابة أحكي معاكوا شوية طبعاً في تقصير عندي كتير بالمشاهدات وفي تقصير عندي باللايكات ساعة المشاهدات نازلة عندي لأنه ما في صدق الصراحة مش عم نصدق مع بعض هي مسألة ضمير ومسألة أمانة بيننا وبين ربنا تمام مش رح نخسر حاجة لو شفنا بس على القليلة البعض دايقتين رح كلنا نكون بخير أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم ربنا شاهد على ما أقول أنا ما بشفش أقل من أربع دقائق أو خمس دقائق من الخمس دقائق لفوق بشوف الفيديو فلو صدقنا مع بعض والله العظيم لنبقى بخير والله العظيم لنبقى كلنا بخير يعني لازم نحب الخير للغير ونحب الخير لبعضنا عشان ربنا يوفقنا وعشان نكون في مستقية بينه وبين بعضنا طبعا اللي وصل معي لهنا يحط لي كمان اللايك ما تنسوا اللايك لأنه يبقى عندي 300 مشاهدة 200 مشاهدة يبقى عندي 20 لايك حرام والله العظيم حرام إحنا على فكرة منضيع مجهود بعض بقلة التفاعل مع بعض بنحبط بعض كل مرة لازم نقول الكلام دي ما ينفعش من غير ما نحكي لازم يكون فيه سدق بيننا وبين نفسنا طبعا ما تزعلوا من كلامي غصبا عني والله العظيم لأنه مش بالسهل بنعمل الفيديو بنتعب كتير نبعت نتعب وحنا نعمل نتعب وحنا نمنتج نتعب وحنا نصور ونتعب وحنا نتفاعل كمان مع الناس وبالنهاية ما نلاقي حاجة مثلا تفرحنا أو حاجة تشجعنا إنه نعمل ونشتغل اللي وصل معي لهنا برضك يحط لي اللايك اللايك لسوسو يا حبايبي طبعا رح أتركوا تتمتعوا بالفيديو طبعا أنا كتبة المكونات كلها فوق وحتعرف الطريقة نقول لاش بال الله مصلاح سيدنا محمد بالجبنة من أشهل الأكلات بتمنى الفيديو ينال إعجابكم بتمنى فيديوهات يتعجبكم وبتمنى تقولولي إيه رأيت بالتعليقات إذا فيديوهات يتعجبكم أو أكمل أو ماكملش بدي رأيكم بهذا الموضوع وبتشكر كل اللي وقفوا معايا كل اللي ساندوني وبتشكر أخي أمجد لأنه فعلا شخص صادق شخص مخلص شخص طيب كتير وقف معايا من غير مقابل من غير ما أطلب منه أي شيء أقسم بالله بتشكرك كتير أخي أمجد ومنساش وقفتك جنبي ومنساش اللي عملته معايا عمري والله العظيم ما أنسى اللي عملته معايا وصار في أقولكو تصبح على ألف خير حبايا بقلبي وإن شاء الله الفيديوين لإعجابكم باي باي طبعا تركوا تمتعوا بالفيديو للآخر وما تزعلوا من الكلام اللي قلتم وما تزعلوا من الكلام اللي قلتم ترجمة نانسي قنقر